أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات الوثيقة وروابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وبخاصة على المستوى البرلماني والديمقراطي جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصفرية هذا اليوم معالي الدكتور نعمان كورتولوموش رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرخاء والتقدم حيث رحب جلالة الملك المعظم بمعالي رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية وأبلغه بنقل تحياته وأطيب تمنياته لفخامة الرئيس التركي ولشعب تركيا المزيد من النماء والازدهار وأشاد جلالته بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات البحرينية التركية المتميزة وبهمية مثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطور التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية في البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية عن الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على ما لقيه من حسن الاستقبال وكارم الضيافة مثمنا دور جلالته فيما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نمو مستمر على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما